موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان بحييكم تحية النعمة والمحبة والسلام في شخص ربنا يسوع المسيح السلام الذي يحتاج العالم هذا السلام صارت أغنية صارت أنشودة صارت أمنية صارت تطلعات الكثيرين والكل يتطلع إلى السلام الكل يريد السلام والكل عاوز يكون عنده راحة داخلية نفسية ولكن السؤال هل من سلام أحبائي رح أتكلم في هذه الحلقة عن هذا الموضوع ولكن في البداية خليني يعني أقول شيء كتير كتير مهم مرات كتير حسب مشاهدينا ممكن نتكلم عن استلاحات معينة ولكن نفس الاستلاح يعني لكل مجموعة شيء بيختلف عن مثلا المفهوم اللي أنا بعرفه ممكن نتكلم عن المحبة ولكن المحبة يمكن تكون غير مفهومة عند الكثيرين بحطوها تحت مسميات وممكن نقول الله رحيم ولكن رحمة الله تختلف عن التعريف الكتابة للرحمة وممكن نتكلم عن السلام ولكن كتير من اللي بيشاهدونا مفهومهم لكلمة السلام تختلف عن المفهوم الكتابي لهذا السلام أنا بدعوك اليوم حتى تشاهد هذه الحلقة وأصلي من كل قلبي إذا أنت قلبك مضطرب وحياتك هائجة أو مشوشة أنا بدعوك اليوم أن تأتي إلى المسيح لكي تحصل على هذا السلام العجيب الكامل الذي يشفي كل نواحي الحياة ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر أهلاً أحبأنا مشاهدينا السلام الذي يحتاج العالم هذا السلام اللي أنا بتكلم عنه سلام عجيب سلام إلهي بحسب كلمة الله في الكتاب المقدس وقبل ما أبتدأ في موضوع السلام أول شيء لازم نعرف كلمة السلام السلام هي نفس الكلمة العربية هي الكلمة العبرية أو الكلمة الأصلية الكلمة الأرمية شلومو وحسب لهجات اللغات الأرمية هي من مصدر واحد اللي هي سلام شلوم في اللغة العبرية أو في اللغة اليونانية إيريني اللي هي بتحمل في طياتها نفس المعنى اللي بيتكلم عنه الكتاب المقدس في العهد القديم فإذن ما هو هذا السلام اللي أنا بتكلم عنه السلام اللي بتكلم عنه ما هواش سلام يعني انقطاع الحرب ولا هو السلام يعني لحفظ الأمان والسلام مثل الأمم المتحدة ولا السلام اللي بتتمتع فيه الدول الديمقراطية أو الدول اللي بتمارس الحرية لأنه أثبت أنه حتى هذه الدول اللي هي أكتر دول غنية ومزدهرة لكن بتشوف فيها أكبر نسبة انتحار ولسية ما بين الشباب فإذن ما هو السلام اللي بنتكلم عنه هو سلام إلهي هذا السلام مصدر الله يعني عشان يكون السلام الحقيقي لازم يكون مصدر الله اللي بيعطيه للإنسان فالسلام هو عمل إلهي والسلام هو اختبار حقيقي بيحصل عليه الإنسان من خلال علاقته مع الله من خلال شخص يسوع المسيح فإذن يقول الكتاب المقدس فإذ قد تبررنا بالإيمان فلنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح هذا التبرير موقف إلهي موقف قضائي إنك لأنك حصلت على الخلاص فإنت خلاص بطل عندك عذاب الضمير أو الشكاية صرت في طمأنينة عندك يقين الحياة الأبدية وهذا اليقين للحياة الأبدية أنت عم تتمتع في راحة داخلية في هدوء داخلي في هدوء نفسي أنت عم تتمتع في السلام وهذا السلام بغض النظر هذا السلام حتى لو كنت في عواصف هوجاء مثل التلاميذ على بحير الطبرية الرب يسوع المسيح كان في السفينة نايم أو كما حدث مع بوتروس في السجن كان موجود في السجن وتاني يوم هيرودوس أغرباس الأول لازم يقتع راسه في أعمال الرسل صح 12 ولكن كان يغط في نوم عميق لأن حياته مسلمها ومستسلم لمشيئة الرب في الكامل هذا السلام اللي هو ما يسمى سلام الكمال هولنس تتكلم عن كل نواحي الحياة فهذا السلام هو تعبير عن التوازن في الصفات الإلهية فهذا السلام يمنح القوة يمنح الطمأنينة يمنح الشفاء يمنح الإزدهار والرخاء هذا السلام يمنح الهدوء وهذا السلام يمنح اليقين والثبات وأن يكون راسخ غير متزعزع هذا السلام هو بعبر عن كل نواحي الحياة فهذا السلام الكتابة بكل بساطة لكن خليني أجي للشيء الثاني اللي هو من هو مصدر السلام مصدر السلام هو الله ووضح أحبائي من خلال آيات عديدة في الكتاب المقدس أن السلام هو فكر الله والسلام هو مشيئة الله لكل إنسان يقول في النبي إرمياء إصحاح 29 والآية 11 لأني قد عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب أفكار سلام لأعطيكم لا شر لأعطيكم آخرة ورجع فكر الله ومشيئة الله نحو الإنسان أن يتمتع بالسلام ولكن أحبائي حدث انكسار عظيم من بداية الخليقة عندما عصى آدم وحواء الله وفعلا الله تردهم من الجنة فتحولت الحياة إلى مرارة إلى صعوبة أنه لازم يشتغل هو بعرق جبينه يأكل خبزه وأصبح في حياة العداء والكرهية منشوفه في أول يعني في أولاد آدم قائن قتل هابيل وهكذا بتشوف سلسلة النسب بتشوف كم إنه الإنسان انحضر حتى ما جاء الطفان أنه أصبح كل فكره وكل تصورات قلبه وفكره صارت شريرة تجاه الرب ولكن الرب وعد بمجيء السلام هذا يسمى الوعد المسيحاني أو الوعد المسياني بمجيء الفادي في ملء الزمان الرب يسوع المسيح جاء وطبعا بموته على الصليب صنع السلام ولكن هذه الخطوة الأولى أنه نحصل على السلام بس الحياة ما تغيرت والوضع والظروف ما تغيرت عم نواجه الأوبئة وعم نواجه الأمراض وعم نواجه التحديات وعم نواجه مستمعات عم بتقول الله ابعد عني وعم نواجه مجتمعات رسموا فكر الله بحسب طريقتهم وبحسب هواهم والله غضبان مكتوب لأنه يعني غضب الله معلن من السماء على فجور الناس وإثمهم حجموا حجم الله أبعدوا الله عن الصورة الشر صار خير والخير صار شر الظلمة نور والنور ظلمة الحلو صار مر والمر صار حلو مكتوب أسهل أسلمهم إلى ذهن مرفوض فوصل الإنسان وهكذا سلسلة العسيان عم بالدور ولكن الخلاص ومنح السلام هو من خلال شخص الرب يسوع المسيح له كل المجد مشان هيك في مجيء الثاني عندما يرجع المسيح ثانية عندها ستكون مملكته مملكة سلام وهذا السلام سيسود على الكل مملكة بر مملكة سلام اللي راح تسود على كل الأرض بيتكلم أنه الأسد راح يرعى مع الخروف بيتكلم أنه الطفل بمد يده على جحر الأفعة ولا يلدغ بيتكلم أنه أنه خلاص ما عدش كل واحد السيف بيتحول إلى أدوات زراعية كل شخص بيجلس تحت الزيتونة أو تحت التينة أو تحت الكرمة علامة من علامات السلام في آخر الأيام ولكن هذا السلام أحبائي ممكن تحصل عليه في هذه اللحظة من خلال قبولك الرب يسوع المسيح عندها تتمتع بالسلام الكامل سلام الكمال سلام الرجاء سلام القوة سلام الطمأنينة سلام الشفاء سلام الحياة فكل هذه الصفات الإلهية فيها توازن كامل بحيث أن هذا التوازن بيعمل من خلال عمل المسيح الكامل ومن خلال هذا العمل الثمر والبرهان أنه أنا بتمتع في حياة السلام أما أنا فسلام آه في عواصف في أوبئة في ظروف صعبة في اضطهات في تحديات في ظروف قاهرة آه وهكذا لكن الشخص فعلا المليان بيسوع واللي شبعان بيسوع هو شخص فعلا مليان بالرب وأنا بحب أنه هذا السلام أنك تحصل عليه اليوم تعرفوا بالعهد القديم واحدة من أجمل القصص امرأة شونامية شونام اللي هي سولم أو قال يعني بلدة قريبة جنب الناصرة وكان بيتردد عليها رجل الله المقدس أليشع النبي وهناك كان فيه امرأة ما بيسمي اسمها الكتاب امرأة شونامية وهي الامرأة ما كانش عندها أولاد وطبعا بالنسبة للمجتمعات الشرقية كان يعتبر عار في تلك الأيام ولما سأل أليشع خادمه جيحزي قال له يعني ما عندهاش أولاد وفعلا صلى والرب أعطاها ولد وفي يوم من الأيام هذا الولد أخذ على الأرجح ضربة شمس قوية وابتدى يشعر بصداع شديد جدا وبعدين هذا الولد مات ولكن الشيء الأعجب هذا ولد وحيد وأجى مثل ما منسمي على شهوة مسكة المرأة الشونامية الولد وراح تحططه في مكان وين النبي أليشع بنام وأرثت الغلام وفعلا هي كملت في طريقها حتى تشوف النبي أليشع لكن الشيء اللي لفت انتباه أنه ابنها ميت عندها إيمان في كلام النبي أنه الله اللي أعطاه الولد الله اللي رح يقيم هذا الولد وفعلا سألها زوجها متعجب أنت ليه رايحة لرجل الله مش وقت ذبيحة ولا سبت ولا من كل هذه الفرائض الدينية اللي كانت تفعل بحسب العادات اليهودية قديما فكان جوة أسلام سلام 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 تعرف أحبائي والرب فعلا استجاب الطلبة واستخدم النبي أليشع وأقام ابنها من الموت تصور واحد أو امرأة أو ام ابنها ميت وعم بتقول سلام هذا سلام اللي بيختبره الإنسان حقيقي مشان هيك مفهوم هذا الاصطلاح بيختلف من مكان إلى مكان لكن هنا سلام بغض النظر سلام لا يعتمد على أي عمل إنساني أو بشري سلام شايف السماء شايف الاستجابة شايف حضور الله قدرة الله من خلال النبي وفعلا حصلت على هذا الطلب ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلاً أحبائنا مشاهدينا احنا تكلمنا عن تعريف السلام وأنه مصدره مصدر إلهي السلام طبعاً موجود في صفحات الكتاب المقدس يعني واحدة من القصص المهمة جداً أنه بعد الطفان نوح قدم ذبيحة للرب والرب يعني دخل في مثاق أو في عهد وهذا العهد أحبائي من خلال علامة والعلامة هو قوس قزح فدائماً كتير لما بتمطر أو بتشوف مطر وهيك صاحية بتشوف بعض الغيوم بتشوف قوس القزح هذا القوس القزح والألوان المتعددة بذكرنا في محبة الله بذكرنا في علاقة الله مع الإنسان هذا هذا المثاق بصراحة مع كل البشر يعني قبل حتى إبراهيم أو أو موسى وهذا المثاق بذكرنا أنه الله خلاص مش رح يدين الأرض مرة تانية بالطفان العالمي أنه يغطي كل الأرض فإذن عهد سلام ومثاق سلام فمشان هيك الكتاب برضو بيتكلم عن عهد السلام ممكن أشارك في الآية بعد قليل فالله برجع مش بس في خطية آدم وحواء الله بيرتبط من خلال الذبيحة في مجيء الفادي يسوع المسيح الله ارتبط مع الإنسان حتى في مجيء التاني أنه ينشر مملكة البر والسلام حتى في أيام نوح بذكرنا من خلال قوس القزح أنه الله فعلا مش رحي دين الأرض مرة تانية بالطفان ولكن في آخر الأيام بيتكلم عن النار عن العناصر ستحترق في الدينونة طبعا قبل مجيء الرب يسوع المسيح له كل المجد الله طبعا يعني بيتعامل معنا بطرق عديدة فمثلا حتى من خلال الذبائح ذبائح موسى واحدة من الذبائح المشهورة هي ذبيحة السلامة peace offering هذه الذبيحة طبعا لها مواصفات فيك تقرأها فلاويين إصحاح سبعة ولكن باختصار أن هذه الذبيحة ومع كل مواصفاتها العديدة هي بكل بساطة في سلام كأنه بسبب الذبيحة صار في سلام وصنع العهد يعني أي عهد في العهد القديم يسمى عهد سلام مثاق يعني بيدخل الإنسان فيه مشان هيك موضوع السلام موضوع مهم جدا فالسلام لما بنقول مصدر إلهي لأنه مصدر إلهي لاحظ كلام يسوع في عزة تعالى الجبل قال طوبة لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون وهي كلمة شاملة على فكرة كلمة عامة أنه أبناء الله على جميع الناس لأنه بطوب كل واحد بحب السلام وكل واحد بيصنع سلام ولكن في شيء كمان تخصيص لأن الشيء طبيعي أبناء الله منهم أبناء الله مكتوب إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يسيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه فإذن هؤلاء الذين قبلوا واختبروا خلاص المسيح شيء طبيعي اختبروا السلام فلابد أن يصنعوا السلام في كل مكان فيصبح عمل المسيح هو عمل المؤمن بشانيك أحبائي يعني موضوع طويل ولكن بحاول أوصله بقدر الإمكان باختصار بالحقيقة واحدة من أسماء الله ومن ألقاب الله يهوى شلوم في سفر القضاء إصحاح ستة كما أنه فيه يهوى يعني الرب الإله مثلا شافينا أو الرب يرى واحدة من الأسماء القوية جدا اللي بتعبر عن طبيعة الله نفس الشي يهوى شلوم أي يهوى سلامنا وطبعا يعني في سفر القضاء بيتكلم عن هذا الإسم لكن في العهد الجديد مكتوب في أفسوس 2 آية 14 لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط هذا حائط السياج هو الحيط اللي كان بيفصل بين المؤمنين من خلفية يهودية وخلفية أممية ففي دار الأمم في الهيكل اللي بناه رودوس في أيام المسيح ودار كبير كبير ولكن بتصل إلى وضع قبل الأروقة وطبعا القدس ومكان تعرف وين اليهود اللي بفوتوا فقط عليه في عبارة لا يدخلها أممي وإلا يقتل فهذا الحيط هو هذا الحيط اللي كان بيربط هؤلاء الأمم اللي جاءوا يتعبدوا لالله فهذا الحيط اتهدم خلاص والرب يسوع مكتوب عنه خلاص هو سلامنا نفس التعبير يهوى شلوم هو سلامنا يهوى سلامنا فهذا مهم جدا أنه هو مصدر السلام شيء تاني بنفس الآيات في أفسوس المسيح هو صانع السلام مكتوب مبتلا بجسده نموس الوصاية في فرائد لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما من زمان كان اليهودي يكره الأمم وحتى كان يقول عن الأمم كلاب فخلاص انتهى هذا الموضوع في موت يسوع المسيح لأنه صنع السلام وخلق بسميه إنسان جديد وهذا الإنسان الجديد في يسوع خلاص يهودي أمم كل من يؤمن بيسوع المسيح هو صار إنسان جديد في يسوع المسيح صار خليقة جديدة بشان هيك المسيح قال طوبة لصانعي السلام ثم بنفس الآيات في أفس الثنين مكتوب المبشر بالسلام لاحظ هو صانع السلام والمبشر في السلام هو سلامنا ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به فجاء وبشركم بسلام أنتم البعدين والقريبين لأنه النبوه في إشعية اثنين وخمسين مكتوب ما أجمل على الجبال قدمي المبشر المخبر بالسلام المبشر بالخير المخبر بالخلاص قد ملك إلهك فإذا هذا الشيء مهم جدا والرسول بطرس يقول في أعمال عشرة آية 36 الكلمة التي أرسلها إلى بني إسرائيل يبشر بالسلام بيسوع المسيح هذا هو يسوع المسيح رب الكل تقول عن يسوع المسيح أنه المبشر بالسلام هذا هو رب السلام مشان هيك السلام هو أنشودة يعني قبل ما نقول سلامك فاء العقول يلي سلام النفس بقربك كل ترنيم السلام السماء رنمت وجوقة ملائكية رنمت عند ولادة يسوع المسيح قائلة المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصرة أصبحت الانشودة الخالدة اللي منرنمها مش بس في عيد الميلاد منرنمها في كل وقت وهي الترنيم بتتكلم عن إنجيل السلام حاذين أرجلكم استعداد إنجيل السلام شو إنجيل السلام إنه المبشر بالسلام بيحمل هذا الإنجيل إنجيل الخلاص حتى كل البشر يتمتعوا بالسلام شيء آخر أنا ذكرت إنجيل السلام مكتوب حاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام أفيسس 6-15 مكتوب عن المسيح والمانح والمعطي السلام في العلي قال لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب هاي بتتكلم عن سلام في آية 27 على طول في يحنى 14 سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا آه في أمم المتحدة وفي سلام الهدن وكم من الناس حتى الدينات اللي قطعت عهد السلام وذبحت الناس كم من الحروب التي شنت في اسم السلام ونقض عهد السلام بتقول لي هاي استراتيجية لا هذا كذب ومراوغة ومكر والله يكره الماكرين فإذن أحبائي هذا مهم جدا المسيح مكتوب سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم فهذا السلام هو وصي هذا السلام هو بركة وهذا السلام هو هدية وعطية من المسيح ليس كما يعطي العالم طب ما العالم بعطي سلام سلام مؤقت سلام مزيف سلام مبنى على مصالح وعلى فكرة بدك تعرف الدين كلها يتبع المصاري شوف بتلاقي في النتيجة كله عم بيتبعوا إله اسمه المال وبيعبدوه وبحطوا أشكال وألوان وبزينوه في كلمة السلام شاطرين بالحكة ولكن فعليا مش عم منعش بلادنا ولا عم نسعف بلادنا ولا عم نهتم في المواطن تعرفوا أي رئيس بيتكلم عن السلام وشعبه عم بيتعذب معناته فيه إشي غلط في المعادلة وأصعب شيء لما بيكون حاكم سياسي عم بهين أعقول الناس لأنه يمتلك السلطة والقوة ويمتلك الجيش مثلا فيستطيع أن يفرض السلام والناس تحبه بس من جوه مش السلام الاختياري مش السلام اللي أنا بحب الشخص مبني على سلام عميق لأنه اختبر لأنه أنا بثق في هذا الإنسان فكم من الجرائم التي ترتكب في اسم السلام وكم من البيوت المحطمة في اسم السلام وكم من الكنائس المنهدمة يعني روحيا أنا أقصد في اسم السلام وكم من الخدام اللي ضاعت حياتها لأنه ما عندهم القدرة أن يكونوا شهادة سلام للآخرين لكن سلام المسيح سلام بكل معنى سلام مخلص سلام شافي سلام بركي اللي بتحل في حياة الإنسان فالمسيح مكتوب عنه هو رئيس السلام نبوة إشعياء إصحاح تسعة والآية ستة ولاحظ أنه تنبأ عن مجيء المسيح سبعمائة سنة قبل ولادته فإذن قال لأنه يولد لنا ولد يعني الولادة من مريم العذراء في مل الزمان ونعتبنا الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع المسيح مكتوب عنه نازل من السماء لأنه حبل بيه بالروح القدس فإذن مكتوب عنه إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام صار شلوم يعني وزير رئيس المصدر مصدر هذا السلام يعني زي ما قلت في حلقة بتبحث عن الحق لابد أن تصطدم بيسوع تبحث عن المحب الحقيقية الطاهرة لابد أن تصل إلى يسوع إذا أردت أن تتمتع بسلام عميق سلام داخلي سلام بغض النظر شو عم بيسير حواليك يعني إنهاجة الأرض وانقلبت الجبال في قاع البحار أما أنا فسلام هذا السلام اللي بتكلم عنه مكتوب عنه أحبائي يسوع المسيح رئيس السلام ثم أحبائي تصور واحدة من الأسماء مش بس هو سلامنا يهوى شلوم لاحظ شو بقول العهد الجديد خلينا أقرأ الآيات يعني قبل ما أقرأ الآية في في شعية التسعة وآية ستة بيقتبسها لوقة عن مملكة المسيح شو بقول في آية سبعة الشعية التسعة لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن وإلى الأبد غيرت رب الجنود تصنع هذا يعني أوعك تلعب في حقائق إلهية الغير مكتوب أنه الله إله غيور يعني نار آكلة مش لعبة أنك تحكي للا تثق بهذه الآيات وما عندكش أي برهان الله إله غيور الله بيتكلم أنه هذا السلام من خلال يسوع تبتدي أنك بتمليك وتتويج المسيح على حياتك إلى مجيء ثانية عندما يكون ملكوت البر والحق والسلام اللي رح يسود على كل البشر أيضا مكتوب عن الرب يسوع أنه هو إله إله السلام يقدس اسمع وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام والتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عندما جاء ربنا يسوع المسيح مكتوب عنه إله السلام يقدس شيء آخر إله السلام سيسحق الشيطان يعني ليش الشيطان لأنه الشيطان هو مصدر الخصام والحسد والعداء والكرهية لما أنت بتنشر السلام وبتبشر في السلام والإنسان يعني بيحصل على السلام فأنت عملية روحية بتسحق أعمال الشيطان وبتطرد مملكة الظلمة وإله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا نعمة ربنا يسوع المسيح معكم آمين ثم شيء آخر إله السلام مش بس يقدسكم ويسحق الشيطان إله السلام يكملكم بكمل العمل وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الأبدي ليكملكم في كل عمل صالح لتصنع مشيئته عاملا فيكم ما يرضي أمامه بيسوع المسيح الواسطة يسوع المسيح الذي له المجد إلى أبد الآبدين آمين عبرانين 13 من آية 20 شيء آخر يقول الرسول إله السلام معكم أجمعين آمين في روميا 15 فإذن المسيح هو رئيس السلام هو ملك السلام هو رب السلام هو إله السلام بل هو سلامنا أحبائي يهوى شلوم هو الملك ملك السلام ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة أهلا أحبائي مشاهدينا في كل مكان تعرفوا في العهد الجديد المؤمنين اللي اختبروا المسيح التحية في العهد الجديد يعني مثلا في العهد التحية اليهودية مثلا شلوم عليخم إلى اليوم لما أنت بتحية أي واحد يعني مثلا يهودي ما في عنا بتقوله صباح الخير مساء الخير يعني أو كلمة مرحبة مع أنه كلمة مرحبة كمان يعني كلمة سريانية رب المحبة أنت بتحية بتقدم الرب يسوع من كلمة مرحبة هي كلمة سريانية أصلا تعني يا رب المحبة ولكن التحية المعروفة عنا في الشرق الأوسط كل بحية المسيحي واليهودي والمسلم كله التحية اليومية السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله في غلاطة ستة ورحمة على إسرائيل ورحمة 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 على كده فهي يعني اصطلاحات شرقية التحية اليهودية السلام عليكم فهي التحية مش مجرد بتحييها الناس اللي بتحية هاي التحية بيكون مختبر بركة الله وسلام الله بيكون اختبروا في حياته لأنه البركة انت بتقدمها للشخص الآخر لما بتقول لشخص السلام عليكم انت عم تعطيه بركة وبتعرف انت لما بتبارك شخص يعني في العالم الروحي مرة من خصص حلقة عن البركة وقوتها كيف انت لما بتمنح بركة للشخص الآخر بتقول السلام عليكم وده مهم جدا في العالم الروحي او العمق الروحي انت عم بتقدم بركة وبتمنح بركة للشخص اللي عم تعطيه هذه التحية مشان هيك في العهد الجديد بولوس دايما بيقدم رسائله تحيات بيستخدم كلمات نعمة وبيستخدم رحمة وبيستخدم سلام هذه التحية المسيحية اللي أصبحت الغالب يعني تغلبت حتى على الفكر اليهودية أو التحية اليهودية أنه صار فيه شيء كله بيتكلم عن عمل المسيح المتكامل فبالحقيقة أنت لما يتقدم تحية لشخص بتقول له السلام عليكم أنت فيه شيء اختبرته روحيا في داخله عم بتقدمه للشخص الآخر لما بتقول له ربنا يبارك بيتك ويبارك أولادك ويبارك عملك ويبارك كل ما تمتد إلي يدك أنت عم شيء اختبرته عم بتقدمه للشخص الآخر ما هياش كلمات فارغة ضاعة في الهوى يعني إذا أنت ما بتقصد التحية ما تقول السلام عليكم وإنت ما عندكش أصلا فهم لهذه الكلمة وعمق هذه الكلمة في العالم الروحي حتى الرب يسوع المسيح خليني أقرأ الآية ولما كانت عشية ذلك اليوم وهو أول الأسبوع وكانت الأبواب مغلقة بيتكلم عن قيامة يسوع وظهور يسوع حيث كانت تلميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم سلام لكم بعض الترجمات بقولوا السلام عليكم بس يعني هنا لغويا سلام لكم في سلام أنت بتمنحه إذا الشخص أخذ هذا السلام بيأخذ البركة وإذا رفض هذا السلام أنت كسبان هذا السلام تسوين وين كيس ما فيهاش خسارة لكن مين اللي بيربح الشخص اللي بيستقبل السلام والشخص اللي بيمنح السلام هذا كلام يسوع لكن مع هذه التحية قال أراهم يديه وجنبه يعني وين تصمر بأيديه ورجليه ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب فقال لهم يسوع لاحظ من بعد التحية سلام لكم مرة تاني سلام لكم كما أرسلني الآب أرسلكم أنا ولما قال هذا نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس وهكذا حبائي بيكمل في الموضوع لكن لاحظ قوة هذا السلام لم يعطي هذا السلام إلا من بعد ما أكمل الفداء الكامل على الصليب وقام من الأموات وعم بيظهر للتلاميذ في العلية والأبوام مغلقة اليوم لما بتروح بتشوف الأبنية في أورشاليم في أبني من العصر التركي الحيط صدقنا عرضه يمكن متر يسوع دخل من الحطان وقال سلام لكم هذا السلام لا يعرفه إلا المخلصين تزعلوش مني إلى جميع الموجدين في روميا أحباء الله شوف الكلام الحلو أحباء الله مدعوين قديسين نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح هذا السلام الذي يعطينا الهدوء والطمأنينة كما قال يسوع لا تضطرب قلوبكم أنتم لحظ الكلام واو أنتم تؤمنون بالله أمنوا به مين اللي عنده هاي القوة يقول تبت آمن بأله آمن بي ما تقوليش نبي ولا مسيح ولا حكيم ولا أفضل إنسان ولا كل ما بنسمعها من الناس يا إله مكتوب عنه يعني قرأت أربع آيات إله السلام يقدسكم إله السلام يكملكم إله السلام يكون معكم أجمعين إله السلام يصحق الشيطان تحت أرجلكم ما فيش يا أنت بتصطدم في المسيح الله الظاهر في الجسد وما في أقل من هيك يعني فيش حال تاني يا بتآمن بيسوع أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي تعرف يا حباء هذا السلام اللي بيطرد الخوف سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع بيحفظ القلب والفكر حماية حط السلام هذا هو حماية مش بس في القلب بالفكر بيحمي لك ذهنك هذا السلام يملك في القلب ويثبت الوحدة طلع ما في وحدة بدون سلام وآسف أقولها بيسألوني عن الوحدة إحنا واحد لثلاث أسباب أولا لأنه المسيح هو رأسنا وإحنا الجسد غصبا عنك وعننا إحنا واحد بترفضني بتقبلني أنا بتكلم على المؤمنين على كنيسة الرب لأنه المسيح هو الرأس اتنين لأنكم اعتمدتم لجسد واحد وسقيتم بالروح الواحد أنا وإنت سواء كنت في الصين في أي بلد نفس الروح القدس اللي بيسكن فيك هو نفس الروح القدس اللي بيسكن فيه شيء ثالث عنا رب واحد رب الكل هو يسوع المسيح ما عنا أرباب عنا رب واحد هو ربك هو ربي هو رب الأرباب هو رب الكل يسوع المسيح فأنا بعكس ربوبية المسيح في حياتي حتى يشوفوا إن إحنا واحد لكن هاي اجتماعات الوحدة واجتماعات صلاة الوحدة وهاي تضويع وقت تضويع وقت خدها مني من الآخر رح في ناس تزعل مني ولكن أحب إحنا واحد خلاص خد هاي الحقيقة حتى لو اختلفنا إحنا واحد في المسيح يسوع وكل طايف وكل كنيسة وكل هاي بتعمل بحسب كيف الرب بقودها المهم أهم شرطي يكون شرط كتابي إنه تتويج المسيح كرب وملك فإذن هو اللي بيثبت الوحدة وليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليهم دعيتم في جسد واحد وكونوا شاكرين طبعا هذا السلام اللي بيعبر عن ملكوت الله تعرفوا السلام هو بركة وصلاة الصلاة بتعرفوا أحبائي في سفر العدد مكتوب يباركك الرب ويحرسك يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلام هاي بيسموها البركة الهارونية رئيس الكهني وهاي البركة هي اللي بتتداول ولسيما خدام الرب أو رجال الله اللي بيمنحوا هذه البركة لأنه في سلطان لخدام الله في منح البركة وهاي البركة من ضمنها بتمنح السلام السلام هذا اللي بيكسر الكراهية والعداء وكل فشل وكل إحساس بالزنب أحبائي الرب يبارك شعبه بالسلام مزمور 29 شعية 54 وكل بنيك تلاميذ الرب وسلام بنيك كثيرا بقول في شعية 57 خالقا ثمر الشفتين سلام سلام للبعيد وللقريب قال الرب وسأشفي لا سلام للأشرار قال رب الجنود فإذا الناس اللي بتحاول تعمل سلام وفي قلبها كورابشن تعرف مثلا اليوم أنا كنت بحكي مع جماعة بأدمل لجوء في بلد معين وتصور إنه مكان تقديم اللجوء يعني جزء من الأمم المتحدة فساد تذكور في الصميم من جوه فساد بكل معنى الكلمة تستخدموا كلمة السلام لكن فساد ورشوات ومصار يعني إشي بيوكس وإشي بيبهدل بصراحة هذا السلام هو عهد الله وأقطع معهم عهد سلام فيكون معهم عهد مؤبد وأقرهم وأكثرهم وأجعل مقدسي في وسطهم إلى الأبد تعرفوا لما اتكلم عن مجيء يسوع في ميلاده بقول ليصنع رحمة مع آبائنا ويذكر عهده المقدس اللي هو عهد السلام ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام مجد سلام هذا المجد البيت الأخير يكون أعظم من مجد البيت الأول أو من مجد الأول قال رب الجنود وفي هذا المكان أعط السلام يقول رب الجنود تعرف أحبائي هذا هو سلام اللي بتتمتع فيه ملكوت الله ملكوت الله ليس أكل وشرب بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس الكنيسة الأولى أحبائي شوف مكتوب عن الكنيسة الأولى وأما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة يعني في الأراضي المقدسة فكان لها سلام وكانت تبنى وتسير في خوف الرب وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر فإذن هذا السلام اللي احنا بنتكلم عنه مصدر إلهي الإنسان بيختبره من خلال عمل الروح القدس عندما تتوج المسيح رب ومخلص على حياتك وكيانك خلينا أخذ مكالمة أهلا وسهلا أبو مهند انت معانا على الهوى أبو مهند أهلا وسهلا فيك تفضل أبو مهند أبو مهند أهلا وسهلا فيك آسف أحبائي نحن نتكلم عن سلام إلهي ليس شعرات ولا تعبيرات ولا كلمات ولا مجرد مظاهرات ولا أنه تكون الحياة أفضل شفنا أنه الحياة اللي فيها ازدهار بتشوف نسبة انتحار وبتشوف ناس يمكن فقرة تحت خط الفقر لكن من جو مليانين السلام في شخص ومراته مؤمنين صدقوني ساكنين تحت بيت الدرج سلالم منطقة مترين عندهم سلام فرحنين حتى بأكل رغيف خبز ومبسوطين وعندهم سلام عميق مش بتكلم على أنشيد السلام وأنشيد الوطن والكلام اللي فيه سلام صدقوني كم من العهود اللي قطعناها وكسرناها كم من عهود السلام اللي قطعت وانكسرت ليه بسبب أنانية الإنسان وشر الإنسان وفساد الإنسان وظلم الإنسان يقتل أبرياء ويقتل ناس كم من الناس سمحت لناس تعبر في مكان وبالعكس قتلوهم وهكذا أحبائي إحنا بنتكلم عن سلام من غير نوع هذا السلام ممكن تكون زي ما رسمها ريشة فنان إنه البحر هائج ومائج وبتلاقي هيك طفل صغير نائم على وسادة غير مبالي أو مكترث إيه اللي عم بيصير حواليه هذا السلام هو اختبار حقيقي الإنسان بيتمتع فيه وعندما تتمتع بهذا الاختبار تحصل على التبرير والله ينظر إليك من خلال ما فعله يسوع عهد سلام ذبيح سلام هذا العهد أحبائي تقدم المسيح نفسه أضحية فدية عنك وعني من أجلك ومن أجلي ودفع الدين عنك وعني حتى أنت تكون مبرر أمام الله ومش بس أنك تكون مبرر وعطاك القوة على السلام وعطاك اليقين والتأكيد على الحياة الأبدية هذا السلام اللي أنا بتكلم عنه هذا السلام اللي منحصل عليه من خلال عمل يسوع المسيح الكامل الظاهر أنه أبو مهند رجع رح أخذ المكالمة مرة تانية أهلا وسهلا أبو مهند أنت معانا على الهوى تفضل أبو مهند ظاهر أنه في مشكلة بالصوت طيب أبو مهند نحن نعتذر ربنا يباركك وربنا يكون معاك دايما فمشان هيك أحبائي يعني لما بتكلم في إنجيل يحنى بقول لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب في بيت أنتم تؤمنون بالله فآمنوا به يعني أنت عاوز يكون عندك الطمأنينة والهدوء مثل ما بتآمن بأله من يقبل إلى الآب يقبل إلي ومن يؤمن في الآب يؤمن به من رآني فقد رأى الآب أنا والآب واحد كلمات قوية جدا قالها الرب يسوع المسيح وبما أنه كانت ساعاته الأخيرة على الأرض يعني قبل الصلب كان فيه ممكن تعبير من الحزن في حياة التلاميذ فالرب يسوع قدم ثلاثة وعود مهمة جدا قال في بيت أبي منازل كثيرة وإلا قد قلت لكم أنا ذاهب لأعد لكم مكان ومتى أعدت المكان آتي أيضا وأخذكم إلي حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا فالكنيسة فالكنيسة يعني إحنا متوقعين مجيء المسيح ثانية فهو عم يجهز لنا هذه القصور والبيوت وطبعا الفكرة بالموضوع أنه حيث وجد يسوع هناك السماء وحضور يسوع هو السماء بعينها فوعدنا أنه يجي ثانية الوعد الثاني أحبائي وعد بمجيء الروح القدس قال لأترككم يتامى خير لكم أن أنطلق يعني إن لم أنطلق لا يأتيكم المعز فصعد إلى السماء وأرسل لنا المعز الشفيع الروح القدس يمكث معنا إلى الأبد يسوع أرسل الروح القدس يمكث معنا إلى الأبد وذاك يمجدني ويخبركم بكل شيء هو بيرشد وبيعلم وبيفاهم فوعد التلميذ أنه من الأفضل لخيركم أنتو أنا أنطلق عشان أبعث لكم الروح القدس يكمل معكم في غربة ومسيرة هذه البرية والوعد التالت اللي أنا تكلمت عنه كما قال في آية 27 سلاما أترك لكم تركي يعني زي ما أنت بتورث ابنك يريد تتورث الإيمان أكتر من الفلوس أو أي شيء آخر ورث الإيمان يحب الله سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا فإذن هو بيعطي السلام الحقيقي نختبره من خلال عمل يسوع المسيح عندها نقول لأنه هو سلامنا عندها رسالتنا رسالة المسيح المبشر بالسلام صانع السلام وسالمه يعني نسالم كل الناس حسب طاقتنا وإرساليتنا إرسالية السلام تبشيرنا برسالة إنجيل السلام وكل ما نعكسه في حياتنا بيكون سلام فأنت يمكن بتشاهد هذه الحلقة وإنت عم بتمر بظروف صعبة وعم بتحس إنه كل ما الدنيا رح تتحسن شوي ما بتشوف إلا اختبار أمر واختبار أصعب واختبار أشرص بعدين تبتدي تتساءل يا رب وين أنت يا رب موجود هل أنت بتتغاضي عني هل أنت صامت على هذه الأمور بتصير نتساءل طب ليه بتسمح يا رب طب مش أنا ابنك مش أنا بنتك طب إيه بدك أعمل بصير منفوت في كل التحليلات النفسية وتقييم النفس ومندخل في معركة مع الزات ونحاول نشوف وين الغلط وين الصح في حياتنا فحياتنا بتنقلب بين تشويش بين تهميش بين حيرة بين اكتئاب بين إنه عاوز تردأ الله وبتحب الرب بس مش قادر تفهم ليه الله ثق لا تضطرب قلوبكم سلامي أعطيكم تعرفوا أحبائي في ناس عم بيشاهدونا عم بيمروا في ظروف صعبة مع الأسرة ظروف صعبة من ناحية مادية في ناس مضروبة ضربة عارف مش ظابط ولا شيء معاك حاسس الدنيا كلها ضدك كأنه أعمال سحرية أو ضربة على كل ما أنت أو كل ما تمتلك شو رأيك اليوم أسرع طريق للرب هو التوبة المقرونة بالإيمان التوب تقول له يا رب ارحمني يعني اغفر لي اغفر لي يا رب ارحمني أنا الخاطئ وآمن بيسوع ضع ثقتك في يسوع قال يسوع الذي يؤمن بي له حياة أبدية والذي لا يؤمن لن يرى حياة يعني لما أنت بتآمن في يسوع المسيح أنت بتحصل على الحياة الأبدية بتنال التبرير وبتنال المصالحة مع الآب عندها تختبر السلام الحقيقي عندها يمكن وضع ما بيتغير فانت صار المنظار تبعك مش مفهوم البشري يمكن في مستنقع الوحل من ناحية روحية بتكلم ولكن تبتدي تدرك أنه في أمور أكبر أعمق أهم في حياتك أنك قد تطرد الله وتتمم ما شئته شو رأيك تختبر المسيح اليوم تقول يا رب أنا بدعوك إلى قلبي وحياتي سامحني على كل خطية وأنا اليوم بعلن أنك أنت ربي وسيدي ومخلصي وملكي وإذا أنت صليت هذه الصلاة من قلبك من فضلك ابعت لنا رسالة لأنه منحب نسمع منك حتى نكمل المتابعة معك والربي باركك اشتركوا في القناة